بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوات تنفيذ الحط الحديد بداية اول حاجة بنعمل ان احنا بنجيب عر اند بنحطهم على طرفين الاعداء يقادي عر ويقادي عر ويقادي تاني يتحطوا على طرفي الاعداء وبعد كده بنبدأ فيه نجيب ميزان زنبا ومصمار نجيب ميزان الزنبا نحطه على العر وناخد عليه وبعد كده نحط مكان ميزان الزنبا المصمار بالشكل الموضة حاملة بعد طبعا الكلام ده اسفل الخيط اللي احنا شدينه عن طريق الريجة يبقى احنا كان عندنا ريجة وهذه الخيط متثبت في مصمار الريجة خيط متثبت في مصمار الريجة وبعد كده شدينه جيبنا ميزان الزنبا ووقعنا مصمار اسفل الخيط مباشرة خيط الريجة على العروب بعد كده بنبدأ نقيس ثلاثة سنتي ونص من الخيط او من المصمار بيدينا اول حطة احنا محتاجينها يبقى الحطة ديت المسافة ما بينها وما بين المصمار ثلاثة سنتي ونص دي الحطة السبتة بعد كده ببدأ اقيس من الحطة السبتة ديت 25 سنتي لو العمود 30 بطرح منه 5 سنتي قيمة الغطاء اخر صاني يديني الحطة التالي بعد كده بقى عندي حطتين لوحين خشب موجودين بالشكل ده كده واصبح عندي الخيط بتاع الرجل محور اللي جاي النحة التاني عكس الاولين بروح رايح جايب ميزان زومبا وبوقع ميزان الزومبا بالشكل ده اسفل الخيط مباشرة وبوقع مصمارين اول مصمارين الدولت ببدأ اثبتهم تحت الخيط مباشرة عن طريق ميزان الزومبا بقيس منه 3 سنتي ونص اول مقيس 3 سنتي ونص بجيب لوح خشب وحط الحطة السبتة بتاعتي التانية اللي في الاتجاهة التاني بالشكل ده كده المسافة ما بينها وما بين الخيط 3 سنتي ونص 3 سنتي ونص اللي هي كيمة ال 6 سنتي المسافة بين المحور و الخرصانة وبطرح منه 6 سنتي كيمة الغطاء الخرصاني ال 2 سنتي ونص بيديني 3 سنتي ونص يعني 6 نقص 2 ونص 3 سنتي ونص بعد كده العمود 60 سنتي بطرح منه 5 سنتي كيمة الغطاء الخرصاني بيديني 55 سنتي بجيب منهم الحطة التانية بكده أكون وقعت الحطة وبعد كده أبدأ أجيب الأشائر بتاعة العمود أبدأ أنفزه يبقى الأشائر دي أنا مجدتش هقدر أنفزها إلا عن طريق الحطة فالأول بعمل الحطة وبعد كده أبدأ أعمل الأشائر بالشكل الموضح عامل بعد ما بعمل الأشائر ونفز الحطة واستلمت وكل حاجة تمام بصد الخرصانة يبقى في الآخر خالص عندي ده شكل القاعدة وشكل الخرصانة اللي بتكون موجودة عندي بالشكل ده ما كنتش هعرف أوقع الأشائر من غير الحطة دي اسمها حطة حديد وزفتها توقيع الأشائر الحديد اللي موجودة داخل القاعدة حيث أن الأشائر دي وزفتها ربط القاعدة بالأعمدة وبكده نكون انتهينا من الحطة الحديد ولن نستخدمها مرة أخرى في المبنى بها كده نستخدم حطة اسمها حطة تجليد في كل مرحلة ونتعرف عليها ان شاء الله بكده نكون هنا موضوعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ترجمة نانسي قنقر